بالتأكيد خبر زيادة البنزين والرفع الرابع سنوي بيأثر على الناس قولاً واحداً كده بيأثر على الأسعار ومحاولات الحكومة لضبط الأسعار هي محاولات جادة وحقيقية لكن ما حدش فينا هتوقع أنها هتحصل بنسبة 100% ليه مش هتحصل بنسبة 100% لأنه فيه كده 25% بتوعنا ليهم دعوة بينا أو بسلوكنا أو برد فعلنا تجاه رفع الأسعار رفع الأسعار النسبة البسيطة يمكن تعوضها من حاجات كتير وكمان يمكن مقاومتها بطرق كتير يعني ببساطة جداً زيادة الوعي اللي هي بالمناسبة ما هيش مرتبطة بالبس معهوش فلوس أو اللي دخله محدود جداً لكن زيادة الوعي هي مرتبطة بالثقافة بالعكس كلما ثقافتك زادت كلما بقيت أقل عرضة للاستغلال فبالتالي فكرة أني أقارن قبل ما اشتري حاجة وتحديداً لو كانت حاجة أسعارها متفوتة جداً مهمة جداً صدقوني مهمة ومشعيب وفي كل دول العالم الناس بتعمل كده إحنا دلوقتي محتاجين نعمل كده طبعاً لأننا محتاجين نقوم شوية اللي بيستغل الفرصة دي طيب زيادة أسعار البنزين أثر على كل البنزين 80 و92 و95 لكن السولار الحكومة أصدى أنه يتم تثبيت سعر السولار تاني ليه؟ عشان اللي فينا مستحق الدعم الحقيقيين اللي بيستخدمه المواصلات العامة اللي بيركب المايكرو باسكو كل يوم لشغله ما ينفعش ده كمان يتأثر فسعر السولار ثابت وبالتالي الجزء الـ 25% بقى بتاعتي أنه أقاوم أي استغلال أقاوم فكرة أنه يزيد سعر حاجة بدون ما تزيد تكلفتها أصلاً وأنه يزيد سعرها بأضعاف زيادة تكلفتها دي الـ 25% بتاعتنا إحنا في العادي بنعمل إيه؟ بنزعل وبندق وبنقعد نقول كل حاجة بازد وبنقعد نقول ما عناش فلوس بس أنا نفسي وإحنا بنعمل كده نرفع سماعة التليفون نشتكي ومش بس نتابع أننا اشتكينا لكن نتابع إحنا بنرائب الشخص اللي بيستغلنا وبنرائب الأجهزة الحكومية أنها ترد علينا إحنا هم ملزمين أنهم يردوا علينا وزارة التنمية المحلية ملزمة أنها ترد عليك طالما أعلنت أنه فيه خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين أنا كمواطن لو عملت شكوى هفضل أتابع لحد ما يردوا علي الحالة دي من الوعي صدقوني لو كان اللي حوالينا يا بيستغل أو لو أنا قلت لا ما أعمل الشكوى وما فيش حد بيرد الجملة الشهيرة دي آه أحيانا ما بيحصلش رد أحيانا بتصل على خط ساخن ما يردش لكن أنا هفضل وراء حقي لحد ما أخده وده السلوك اللي بنسميه سلوك إيجابي 25% بتوعنا دول كبار صدقوني ممكن يزبطوا الأداء احنا تكلمنا عن خط الساخن لوزارة التنمية المحلية للنهاردة تكلمنا عن نقطتين مهمين الرقم موجود على الشاشة دلوقتي أي زيادة في أسعار المواصلات من حقك تتصل بالخط الساخن وتقول وتنبه اللي سايق المركبة أنه تقول أنه بيحصل معايا كذا كذا وأي إحساس بأنه سايق المركبة مش مظبوط احنا بنشوفها بعيننا كتير وأحيانا كتير ناس تقول لك كده ده إزاي خارج وسايق عربية بقارب فيها أرواح ناس من فضلك لا تشتبك لكن قوم بدورك الإيجابي في أنك تبلغ وتتابع على هذا البلاغ اللي أنت قدمته تتابع تجبر حتى الموظف اللي بيرد على البلاغ أنه يرد عليك قدر كبير من التغيير بيحصل من خلالنا أنا عارفة أنه محتاج طول الدال ونفس طويل ومحاولات حقيقية لكن ده دورنا إذا كنا عايزين تغيير فاحنا لازم نبقى على الأقل جزء منه